اشتركوا في القناة مؤكداً حرص الحكومة على استمرار التواصل بين المسؤولين والأهالي في مناطقهم من خلال الزيارات الميدانية للاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم وتوفيرها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة وأوضح أن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في محافظة العاصمة والتي تساهم في تحقيق تطلعات المواطنين وأكد الوزير أن مشروع ممشى أم الحصم قيد التنفيذ وتبلغ نسبة إنجازه 98% ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام الجاري وتمت فيه أيضاً مراعاة أقصى درجات السلامة حسب الاشتراطات في مختلف المواقع التي يمارس فيها مرتادو الحديقة الأنشطة الرياضية إضافة إلى أن المشروع يوفر إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية والتي من شأنها توفير الطاقة وتقليل كافة أو كلفة الصيانة والتشغيل ترجمة نانسي قنقر